قل لا اجد فيما احيى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم كنزير فانه رتس او فزقا اهلا لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم الحق سبحانه وتعالى تكلم عن التحرين في ايات كثيرة الاية التي قال فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيت وما ذبح على النصر هنا في حصر قل لا اجد فيما احيى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون اربعة بس ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فزقا اهلا لغير الله به يبقى اربعة وديك حرمت عليكم فكيف يتفق النص ده مع النص الاخر هل لك انت لا تفرق بين ايجاز واطناط لا تفرق بين اجمال وتفصيل الذي ترك في هذه الاية داخل في الميتة لان المنخنقة ايه اه والمتردية والنطيحة والذبع على النصب اهلا به لغير الله ده موجود يبقى اذا كلمة الميتة هنا ها داخل فيها الايه طيب وهل لا توجد محرمات الا في الاية الاولى ولا في الاية التانية قلوا ومن قال ان القرآن بس التشريع منه التشريع ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتفويض من الله في قوله ما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتعوا فلا تقول ان المحرمات بس محصورة في دي في محرمات كثيرة بدليل ان الله مرة يجملها ويحرم عليهم الخبائس فكل ما يبقى فيه خبائس يبقى محرم وايضا فالقرآن مش كله بس جاي بس عشان التشريع منه لا التشريع فيه تفويض من الله لرسوله ان يشرع وجب دي ليه لان الخلاف في العمليات اللي كانوا بيعملوها في التحريم والتحليم قل لا اجد في ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا واحنا قلنا فيه الدم المسفوح هو السائل اللي يانهال ساعة الزبح طب هو فيه دم غير مسفوح ام قال لك اه دم بلغ من قوة تماسكه ان كون عضوا في الجسم الكبد ماه دم بس بلغ من تماسكه انه كون ايه والطحال دم ولذلك يقول الرسول وحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال على المنطق بتاع التحريم كان الميتة من السمك لا نأكله ما كانش جدا بايه لعب قدامنا قدامنا ما ناكلوش انما النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه وحل لكم ايه ميتتان ودمان السمك والجراد الاتنين في الميتة دول يبقى الميتة من السمك ناكلو والميتة من الجراد ناكلو اللي هي اللي ايه ليه شمعنا دول يعني ام قال لك لان الكلام فيما له نفس سائلة له نفس سائلة يعني دم بيجري في الله والدم كما قلنا بيحمل الاشيات الضرة وتتنقى في الكلة وفي الرئة ومش عارف ايه انما السمك والجراد لا نفس ما لهمش نفسه ايه سائلة تمسك السمك كده من ظهرها وتتباحها ما ينزلش منها ايه ما ينزلش منها دم وكذلك الجراد اما دم ليش نفس سائلة يبقى اذا ايه الميتة تحل منه ولا ما تحلش طيب والكبد والطحال اما قال لك لان دم مش دم مسفوح دم وصل من صلاحية التكوين انه بيكون عضو في الجسم ولا يتكون عضو في الجسم يؤدي مهمة بيكون من دم فاسد لازم يكون من دم ايه من دم نقيق قل لا اجد فيما احيى الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجز دا الكلام دا للتلافة ايه او فزقا اهلا لغير الله به الحق الذي اشرح يقدر الظروف المواتية للمكلفين والظروف المواتية للمكلفين قد تمر بهم ظروف لا يجدون فيها هذه الا الميتة ماذا يصنعون يبقى لازم ايه يأكلها يبقى بيأكلها ليه ام قالك دي اكل ضرورة ولذلك يأكل منها على قدر دفع ما امم لاش بقى بطل ويقعد بقى ايه يشبع بل يأكل منها على ايه قدر ايه غير باغ ولا ولا عاد فمن اضطر وغير باغ ولا عاد فان ربك غفور وضحيم والاضطرر انواعه ان لا تجد ما يوكل من الحلال او ان يكون ما يوكل من الحلال موجود الا ان هناك من يكرئك على ان تأكل هذا يبقى الاكراه زي الايه داخل في الاضطرار ليه ام قالك لان الاضطرار انت بتمنع عن نفسك ايه الهلاك اه يبقى انت خدته علشان ايه بتقتات عشان تمنع نفسك انك انت تموت من الجوع طب فاذا كان الله قد اباح لي ان اأكل من الميت في حال ما ظنة ان اموت من الجوع يمكن ما موتش يا سيد يمكن اقعد ومين يمكن اقعد ثلاثة فما بالك من الاكراه بالموت العاجل يبقى اولى نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد ودكة من اضطر في مخمصة يعني اه يبقى ما يدخلش فيها الايه الاكراه انما دي جابت اللعطة دي ايه فمن اضطره بس فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم لانه هو الذي رخص وهو الذي شرع الرخصة ومدام شرع الرخصة يبقى معنى ذلك ايه انها دخلت في التكليف ومدام دخلت في التكليف يبقى فيه غفرا وفيه غفرا هذا موقع وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الاية فيها التحريم والتحليل يبقى معناها وقال لا اجد فيما احييه لي محرما قالك لا هذا تحريم للخبس وللخبائس وفيه تحريم تاني للتهزيد ربما يقول لك الوحد ده فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت له ام قالك لا فيه فرق بين التحريم ليه لهلت انه ما تسلقش للاجل يبقى فيه ذاته لكن فيه تحريم اخر تحريم الاجل انت مثلا يبقى عندك حلتين اتنين في اولادك مثلا تيجي تقول له الله الدكتور نبه ان الولد ده ما يكونش رحمة خلاص كده طب ويوم مرة تاني عمل زيان بتقول لها ده ما ياخدش منابو النهار ده الله دي دي سكة ودي ايه وده سكة ده موضوع وده ايه وموضوع يبقى كله اجد فيه ما احيى الي محرما على طاعم يطعمه حيث تعليم الليه الشيء لذاته وانما الشيء لما طرع على غيره على المنتفع ده موضوع اخر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر الزفر انظر الى اقدام بعض الحيوانات او الطيور تقوم تجد فيه حيوانات تشقق اصبعها باين يعني الاصابع مفصولة زينا كده وفيه حاجة تانية الاصابع بتاعتها مش مفصولة حتة واحدة كده زي الابل زي النعام زي البط زي الايه زي الوز كل دي اسمها ايه زي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما يبقى كل زي زفر حرم على مين على اليهود هل حرم ليه لطبيع المأكول ولا لانه ادب لهم هو في نفسه فبظلم من الذين هادوا الاية هاتفها هناك فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم لانه مدام صدق في انه اخذ غير حقه نقول نقول له لا نحرمك من حقك زي الوز اللي صدق من اخوه حاجة مثلا يبقى اخذ غير ايه نقوم نمنعه المسروف المسروف في ذاته مش حرام انما احنا عاملينه كايه كادب لانه اخذ غير ايه غير حقه نقوم نحرمه من ايه من حقه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالايه بالباطئ الله كل دي ان عملوهم مدام عملوا العميل دي وخدوا ما ليس حقهم نبقى ان يحرمهم من ايه مئ وعلى الذين هادوا واحنا قلنا هادوا من قولهم انا هدنا اليك كل الذي يزفه ومن البقر والغنم يبقى كل الذي يزفه محرم كله طيب والبقر والغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الدي انت لما تفتح الذبيحة مثلا تقول تلاقي على الكلة دي تلاقي مثلا اللي بيسموه المنديل ده المنديل اللي يديه تلاقي مثلا اللي كل دي منجول يقول لك انهو بقى طيب ايه في حتة تانية في الرسل طيب الراسل ايه فيها دي ام قال لك احنا في البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحومهما الا انه استثنى منها اشياء يبقى ايزا اللي زفر ده محرم كله والبقر والغنم محرم عليهم ايه الشحوم اللي هي اللحب لا بيضاء الا ما حملت ايه ظهرهما اللي بيبقى عند السينم دي او الحواية او الحواية الحواية جمه حوية زي ما تجمع قضايا جمه قضية ايه الحواية دي انتو احنا في الاستعمال بتاعنا اه في الريف كده يقول لك ايه عمل عملت حواية حواية يعني ايه يعني عملية كده مستديرة في الرقاء والحواية ايه الامعاء الغليظة لان الامعاء الامعاء طولها كذا متر طب لما يكون طولها كذا متر تبقى العايزة البطن تمتدها دي ايه يقوم ربنا من حكم التكوين يعملها ايه يلفها كده على بعضها يسمعها ايه الحواية يسمعها ايه اللي احنا بنسمعها ايه المنبار اه نسمعها المنبار الا ما حملت ظهورهما او الحواية او ما اختلط بعزم اللي اختلط بعزم زي اللي بتلاقي حتة دهن في صدغل مش عارف ايه زي حتة دهن دهن مباحة لهم يعني برضو رب راح ايه قال لي يعني طب يعني قال لا بلاش دي وبلاش دي وبرضو فيها ايه برضو عقوبة فيها الرحمة ايه نعم ايه او ما اختلط بعزم اه اللي هو لحم مثلا زي زي دهن الالية لان الالية جاي على عجب الزنب على الله نعم زلك جزيناهم ببغيهم يعني مش تعدي عليهم او تعنت في معاملتهم لانهم ايه بغل فاذا كان الباغ يأخذ حظه من الجزاء يوم قبل ان يفكر في الباغ يشوف الباغ حيحقق له ايه من النفر ويمنع ايه عنه من النفر يوم لما يقارن الاثنين يوم يلا وانت لا يا اخوي صدوا عن سبيل الله واخذوا الربع عشان ينموا اموالهم وعشان يبقى عندهم واكلوا اموال الناس بالباطل ونقول له طيب الحلال باحا ايه حنحرمه عليه ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون ويش ايه ان لصادقون دي لان علة التحريم لشيء حدث منه وحدث منهم اخبر الله فيه بقوله فبغلم من الذين آجوا يبقى انا صادق فيه انهم ظلموا فيه انهم صدوا عن سبيل الله كثرة واخذوا الربع واكلوا اموال الناس بالباطل يبقى يعني صدق الحيسية في التحريم فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة يا سلام طب ايه يعني فان كذبوك قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة لان كان مقتضى انهم يكذبوك فيما اخبرت بها عن الله ان التجذيب نفسه مدام بظلم منهم يحصل لهم كذا كان لازم يجي لهم العذاب على طول ام قال قال بس ربنا ما عجلش بالعذاب ليه لان الله ايه اه نعم فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولكن اياكم ان تطمعوا في الرحمة انها رحمة تأجيل بس انما العذاب بتاعه مش حيفوتكم برضو حيجي لكم ايه حيجي لكم العذاب فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ما قالش ربي كمان شف تحنين قلوبهم ربكم ذو رحمة واسعة علشان يفهموا يعني لهم اخذوا على عرضكم لانه رب خلق وتولى التربية واعطى 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 لانه حين يقول ربي ما يبقى شيء مكدسيدي ربك انت نميش رباني لا دا هو ربكم برضو لانه هو اللي خلق وهو الذي خلق من عدم وامد من عد نعم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا كلما تقرأ آية فيها سيقول الذين اشركوا فاعلم سيقول فاعلم انها تنطوي على سر اعجازي للقرآن وسر اعجازي للقرآن الخصم هو الذي يلقي هذا السر علشان تعرف كيف يؤدي عدو الله الدليل على صدق الله مما يدل على انه غفلته زي ما قلنا لك في قولك سيكون السفهاء طب سيكون معناه انهم لم يقولوا الان يبقى يخبر القرآن انهم سيقولوا لا ومدام القرآن القرآن دي وخبل ايديا ولا لها قرآن يتلى ويصلى به يقرأ ويصلى به ولسيقول السفهاء من الناس بالله لو انهم دهم عقل وعندهم شيء من الفكر اما كانوا يسترون القول حتى يصيروا المتكلم بالقرآن بمظهر انهم بيقولش كلام صح كانوا حتى يقولوا أو بيقول سيقول السفهاء وحنا لا قلنا ولا تكلمنا انما برضو يقولوا يقولوا بقى مع ان الاية موجودة ليه؟ لان الذي اخبر هو الله ومدام اخبر هو الله لا يمكن ان يجي احطياتهم من خلق الله ليستدرك على خدك الله شو ممكن ابن سيقول السفهاء بقى حيقولهم طب ده هم سنعوا الكلمة دي بقى ما كانش يسكتهم المسحبين من لسانهم ايه؟ وعلشان يهيدوا القرآن ايه دي زهيد تمام سيقول الذين اشركوا لو اقوى لا يزالوا لا يقولونها الى الان كل مسرف على نفسه في عدم اتباع منهج الله يقول لك وربنا اللي بيهدي وربنا اللي بيظل ما هو اللي خليل مش عارف لي ما هو اللي يقولها كنا بنفخ بقولها بايه؟ بنفخ سيقول الذين ايه؟ اشركوا لو شاء الله ما اشركنا تلك الحج باقيه اليوم القيامة كل مواحد يجي يتكلمه في اي حاجة اقول لك ربنا هو اللي بي ربنا هو اللي بي الله عالقوا سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ايه؟ ما اشركوا ولا حرمنا من شيء ما هو الكلام في تحرم ما احل الله فجابوا الاثنين اضية في العقيدة واضية في التكليف اضية العقيدة لو شاء الله ما ايه؟ اشركوا اذا فنحن اشركنا بمشيئة الله وحرمنا ما حرمنا بمشيئة الله فمتلمنا شنتم لاننا منفزون للمشيئة منفزين له ايه؟ والله لو كنت منفزين للمشيئة عليها على قيدة كنتم تبقوا واردين لو كنت منفزين للمشيئة كنت ايه؟ تبقوا واردين اوه لو شاء الله ما اشركنا ولا حرمنا ايه؟ ولا حرمنا من شيء ابقى اذا دي كلمة يقولها الذين اسرفوا على انفسهم ليوجدوا لانفسهم مبررة واحنا كنا قلنا ان القضية ليست وقفة عقلية لانها لو وقفة عقلية كانت تجي في الملحظين الخير والشر يقول لك رب منا كتبوا وليا زب الله علي الشر يبقى بيعزبني ليه؟ ادي وحدة قضية طب وكتب علي الخلية الخير يبقى بيعزبني ليه؟ مش كده المنطق؟ مدام قلت دي لازم تقول ايه دي؟ وهل قالوا هذه ولا سكتوا عنها؟ لا سكتوا على ما يعطي لهم خيرا انما اللي حيجيب لهم شر وعذاب نقشوا فيه سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء الكلمة فيها الصدق من ناحية لو شاء الله ما اشركنا صحيح هو لو شاء ان يجعل الناس كلهم مهديين كان يعملوا انما هل شاء هذا؟ ولا شاء ان يجد لنا اختيارا؟ شاء ان يجد لنا اختيارا؟ يبقى لما اوجد لنا الاختيار يبقى هذا امر خرج عن مشيئته الكونية ولا مخرجش عن مشيئته الكونية وانما خرج عن مراده الترعي في فرق من الكونية اللي في الكؤن والشرعية يبقى كفر الكافر كفر الكافر غصب عن الله وقهر عنه والبما اعطاه الله من اختيار صالح للاختيار بين البديلات فمن شاء فليؤمن مدام قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر يبقى دي حاجة غصب عنه ولا بما وهب بما وهب من الاختيار اقل قد كما قل صالحة ان نضرب بها انسان ام وصالحة ان تأخذ بيد عاسر في الطريق ديا تتوجه وجد اللسان في ذاته صالح مع الكافر ان يقول الله مسلا سهلزه او لا اله وصالح مع المؤمن ان يقول لا اله الا الله لا في هذه حصي ولا في هذه حصي يبقى حين خلقهم الله مختارين يبقى شاء كونا كل ما يكون منه انما لكن اراده شرعا ما اراده شرعا واحنا ضربنا مثلا بالولد اللي خد الفلس القوة الشرعية ونزل السوق قلناها قد نشتريت مصحف او كتاب كويس او حاجة حلوة تاكلها احبك واعطيك مكافأة كذا 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 ونشتريت كوتشينة ولا مش عارف ايه ولا بتاعها هزعل منك وهعقبك وبتاعها ساعة ما نزل نشتري ودت الحرية هل اي حاجة يجيبها عملها غصب عنك باعطاءك للحرية انما انت عقبت عليه على توجيه الطاقة الصالحة للخير وللشر هي للشر انما الطاقة صالحة للاثنين ولا لا الطاقة صالحة للاثنين لو شاء الله ما اشرخنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا العلم علشان تبقى حجة في بلاغ عن الله او عندك دليل لا علم ولا ايه ولا دليل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون احنا تقدمت كلمة تخرصون دي زمان ولا ان تقول الكلام غير واضح الدلالة على المراد احنا بتضطي قد قلمة بتخمن اسمه تخمين يعني كلام ايه ما فيش فيك دليل ايه على الله قل فلله الحجة البالغة صحيح لو شاء لهداكم اجمعين لو شاء لهداكم طيب طيب هم قالوا كده برضو مش هو لو شاء الله ايه ما اشركنا ولا اباؤنا وبعدين لله الحجة البالغة قالوا ايه لو شاء لقولك ايه ولو شاء قسرهم على الهداية ما استطاع واحد منهم ان يخد عن هذه ولكنه لم يشع ذلك بل اراد ان يكون الاقبال على الايمان به والاتباع التكاليف امر داخل في اختيارهم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين وهل هذا بدء الم يخلق خلقا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ألم يخلق الكون كله والكون مؤتمرا بامره يقيه طوعا او كرها اشكدت قالوا له لا لا ما لا اطينا طائعين قل فلله الحجة البالغة والحجة معناها الدليل على تأييد قولك في الجدل هذه معنى ايه حجة احنا حتى نسمي عقودنا ايه حجة دي الحجة على ملكيته العائد الاخضر اهو حجة على مساجة دي الحجة دي الحجة نعم والحجة البالغة بالغة يعني حجة بالغة يعني لا ينفذ منها شيء ابدا يعطل المرادة منها شو ممكن قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا ماذا انتو لا عندك علم قولونا بقى يمكن انتو عندك شهود على الله هلما شهداءكم الخطاب لمن الخطاب لجماعة لكن الصيغة مالش هلما ايه شو اداء اي هلما دي مما يستوي فيها المفرد والمفرد والمسن مذكر ولا مؤنس والجامعة مذكر تقول هلما يا زايدو الي هلما يا هندو الي هلما الي هلما الي كنت بتخاطب جماعة ذكور هلما ان كنت بتخاطب جماعة اناس وهذه لغة الحجازية لغة من يتمن يوردون عليها الايه يقال هلما يا رجل وهلما يا امرأة وهلما 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 يعني يجعلها القرآن وارد على لغة مين قل ايه شرح جافيين قل هلما شهداءكم يعني هاتوا احضروا هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله خرم اذا انتو ما عندكوش علم ولا عندكم شهود على المدعة وان كان عندكم شهود هاتوا هؤلاء الشهود طب يفرض انهم جابوا شهود زور فربنا بيحرسوا قال لك وان جابوا شهداء يوعد تصدقهم برده يبقوا كذبين كلهم قل هلما شهداءكم الذين يشهدون ان الله خرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معه الله طب ما قال لك طب ما ذا بقول ما تشهدش معهم يبقى بقول هاتوا شهداءكم ايه دا يريد ان يفضح الشهود ايضا امام المشهود امامهم بده يدي قضيتين اتنين يضحد حجتهم ويفضح بيهم ويفضح الشهود فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والى لقائنا اخرى ان شاء الله